بسم الله الرحمن الرحيم اما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكس في الارض كذلك يضرب الله الامثال صدق الله العظيم اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة مع جهات علشان معاناة اهلنا في الصعيد وخاصة دائرة ابو تيجو السدفة والغنائي تكاد تكون المشكلة او المشاكل الموحدة زي مثلا مشكلة الصرف الصحي اللي تسببت في وفاة اربعة اشخاص في مدينة سدفة وزي مشكلة الغاز الطبيعي وزي برضو مشكلة نقص الكوادر الطبية او الاتعادة للاطباء في مستشفى سدفة المركزي ونقص قلة الاجهزة دي حاجة الحاجة التانية بعض الكرة بعض الكرة بتعاني من مشكلات كبيرة جدا زي مثلا موضوع المزلقان بتاع السكر الحديد بتاع قرية اولاد الياس ده محتاج تطوير وخاصة الايام اللي فاتت دي تسبب في وفاة اتنين سيدات اخوات فالمفروض يكون في حركة من المسؤولين انت كنائب عن ثلاث دوائر مش دايرة واحدة بس ابو تيج بقراها وصدفة بقراها والغنايم هكذا الوضع يعني محتاج من المفروض يكون في مكتب في كل دايرة من دول مكتب بيباشر ويشوف شكاو الناس ايه ما يكونش مكتب روتيني لا يكون فعلا بيتخذ قطوات فعلية الناس بتعاني من مشكلات كتيرة واكبر مشكلة بيعانوا منها التلات دوائر دول مشكلة نقص الاسم دا مشكلات كتير هنتناقش فيها وهنعرفها وهنوصل شكوى المواطنين لمسؤول او ناقل لسيادة النائب علاء خير الله هيكون معايا ان شاء الله دي في حلقة النهاردة سيادة النائب علاء خير الله عدو مجلس النواب عند دائرة ابو تيج والصدفة والغنايم بس هنروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقتنا شكرا